وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي سيدنا معاذ ابن جبل ويقول يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك يا الله تخيل النبي يقسم على حب أحد الصحابة هنيئا له تخيل أنت يا المشاهد الكريم أن النبي يقسم على حبك صلى الله عليه وسلم فيقول فلا تدعن في دبر كل صلاة أم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر هذه هدية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام ولكل محمدي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد سيدي وحبيبي نبي ورسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الشكر أن يخضع القلب ويعلم أن ما بك من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله وأن يقر اللسان بالثناء الجميل والذكر الحسن والشكر لصاحب النعم وهو الله عز وجل وأن أطبق هذا الشكر على الجوارح والجنان كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ كيف بي ينعم ربي علي بنعمة الصحة وأسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا ألبي إذ كيف بي ينعم علي ربي بنعمة المال وأسمع من يتوجع من شدة الجوع ومن الحاجة إلى الدواء ومن الحاجة إلى الكساء ومن الحاجة إلى عفة بناته في الحلال ولا أساعده الشكر حصن حتى لا تزول النعم أو ليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوما ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها فقولوا جميعا الحمد لله على نعم الله الحمد لله على نعم الله الله أكبر شكر القلب يأتي بعده شكر الجورح ولكن وما ذلنا في شكر القلب وكيف نعلم أن القلب شاكرا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة ما أتخذ يا رسول الله أريد أن أتخذ شيئا يكون لعون لي في حياتي ويكون طريقي إلى الجنة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وزوجة تعينك على أمر دنياك وعلى آخرتك الله الحبيب المصطفى هذه المأخذات التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى نفذها بنفسه النبي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه حتى تتفطر رجلاه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر